السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطلبات الصف الثالث السنوي أهلا بكم إن شاء الله في الفيديو ده هناخد الفصل العاشر من قصة Great Expectations كالعادة نبدأ بحداث الفصل وبعدها أسئلة التفكير النقضي إن شاء الله استيلا هاد لفت ريتشموند استيلا غادرت ريتشموند ورجعت تعيش تاني مع ميس هافشم I decided to visit them immediately فقررت إني أزورهم فورا Herbert offered to look after Provis while I was away Herbert عرض إنه يعتني بProvis ونمسافر It was only to be for one night الكلام ده هيكون لمدة ليلة واحدة فقط On my way to Miss Havisham's house وفي طريقي لمنزل Miss Havisham I stopped at the nearby inn توقفت عند الحانة أو الفندق الصغير القريب And found Bentley Drammel there ولقيت Bentley Drammel هناك وكالعادة طبعا كان عمال يتفخر بنفسه He posted احنا اتفقنا لفعل post معناها يتفخر كان يتفخر that he was having dinner إنه تناول العشاء that evening في تلك المساء with a young lady مع سيدة شابة And he looked pleased with himself وكان بين عليه أو إنه مبسوط من نفسه When he left on his horse ولما ركب حصانه ومشي I noticed a man outside the inn لحظت رجل بخارج الحانة أو الفندق الصغير Who reminded me of Orlick Remind of معناه يذكر بي اللي هو فكرني بOrlick I went to see Miss Havisham at once وفي الحال رحت عشان أشوف Miss Havisham She was in her room كانت في غرفتها Wearing her wedding dress وكانت ترتدي الفستان الزفاف بتاعها يعني الحال زي ما هو استيلا sat next to her استيلا كانت قاعدة جنبها She was knitting كانت بتخيط أو بتطرز يعني يبقى net نخلى بنا الكي silent معناه ايه يخيط netting Why are you here Pip? Miss Havisham asked ف Miss Havisham سألت بي بقى لك انت ليه موجود هنا يا بي انت ليجت هنا يا بي I could see that she was surprised to see me وكنت شايف انها تفجأت لما شفتني You will not be surprised or sorry to know that I am very unhappy I replied فبيب قال انت مش هتكون متفجأة ولا آسفة أو حزينة لما تعرف اننا غير سعيد جدا I know now who my benefit really is دلوقتي انا بقيت عارف مين هو المحسن السر بتاعي and I realize وانا ادرك that until now ان حتى الان I have misunderstood everything فهمت كل حاجة غلط I thought that Mr. Jaggers ورح وقف كلام اعتقدت ان Mr. Jaggers فمسها في شام اطعته في الكلام interrupted وقالت Mr. Jaggers has nothing to do with this Mr. Jaggers لا علاقة له بهذا الامر مالهوش اي علاقة بالموضوع ده خالص has nothing to do with معناها لا علاقة له بشيء he is my lawyer ده هو المحامي بتاعي the fact that he is also your benefactor's lawyer is a coincidence حقيقة انه برضو المحامي بتاع المحسن السر بتاعك دي مجرد صدفة coincidence يعني chance يبقى صدفة coincidence and that is all وده كل ما في الموضوع he is a lawyer هو محامي he works for many different people بيشتغل لصالح الكثير من الناس المختلفين but you misled me I said وبيب قال لها بس انت ايه خدعتيني ضللتيني misled معناها يضلل او يخدع I made a mistake and you let me continue to believe it يعني انا ارتكبت خطأ وانت خلتيني اكمل في اصدقها ان اصدقه وكده that is not kind مس هافشم ده مش طيب منك ابدا يا مس هافشم yes I have misled you pip ايوا يا pip انا ضللتك مس هافشم said but why should I be kind طيب ليه اكون طيبة معك اصلا you were very kind to me as a child you were kind to me as a child انت كنت طيبة معا لما كنت طفل I replied you paid for my apprenticeship with Joe دانت حتى دفعتي لي ايه تمن فتت تدريب المهني مع Joe however ومع ذلك when you allowed me to believe that you were my benefactor لما سمحتي لي اني اسدى ان انت كنت المحسن السر بتاعي you were unkind to your family too وكمان ما كنتش طيبة ايه مع عائلتك برضو you believed what you wanted to believe انت صدقت اللي انت عايز تصدقه I have lived with your relatives Herbert and Matthew Pocket in London I said فبيب قال انا عشت مع اريبك Herbert و Matthew Pocket في لندن they are kind هما طيبين and they helped me because they thought you were my benefactor وهم ساعدوني عشان هما اعتقدوا ان انت المحسن السر بتاعي they wanted to make you happy هما كانوا عايزين يخلوك سعيدة but you have misled them بس انت خدعتيهم برضو وضللتيهم they are both good people هما الاتنين الناس طيبين not like some of your other relatives مش زي بعضا من الاقارب التانين بتوعك مس هافشان فضلت تفكر للحظة كده then she turned and asked وبعدها بصت لي وسألتني then tell me what can I do to thank Herbert and Matthew Pocket ممكن اعمل ايه عشان اشكر Herbert و Matthew Pocket فببقى لها مس هافشم please use your money to help Herbert مس هافشم لو سمحتي استخدم فلوسك عشان تساعد هيربرت two years ago من سنتين I secretly arranged for him to get a better job انا رتبتله بسرية من غير ما يحس ويعرف يعني انه يحصل على وظيفة افضل so that he could pay his debts عشان يقدر يسد ديونه but now I must go abroad بس دلواتي لازم اسافر بلد برة and I cannot help him anymore وخلاص ما بقتش قادر اسعده مس هافشم نودد مس هافشم عملت براسها كده يعني الفوق والتحت يعني موافقة يبقى هزت راسها دليل على الموافقة I turned to Estilla وبعدها بصيت لستيلا who was looking down at her work كانت عملة تبص في شغلها وهي بتخيط وكده Estilla you know that I love you انت عارف ان انا بحبك I cried she didn't move حتى ما تحركتش I have loved you since we first met مضارع تامه يعني انا كنت بحبك وما زلت بحبك من ساعة ما تقابلنا اول مر I continued I thought Miss Havisham wanted us to get married انا كنت معتقد ان Miss Havisham كتعايزاني نتجوز Estilla looked at me coldly واستيلا بصتلي ببرود كده I do not share your feelings انا لا اشاركك مشاعرك يعني انا مش بحبك زي ما انت بتحبني she said don't you remember هو انت مش فاكر يا ابني I warned you long ago انا حذرتك من زمان that I have no heart ان انا اصلا ما عنديش قلب I saw Bentley Drammel just now I told her فقلت لها انا لسه شايف دلوقتي Bentley Drammel surely you don't love him انت بكل تأكيد مش بتحبي طبعا we are going to marry رح اتقالت له بقى ده احنا هنتجوز she answered I left at once مشيت على طول ساعتها unable to think وغير قادر على ان افكر كليل بوضوح I walked all the way back to London وخدت الطريق كله وانا راجع للندن ماشي it was late that evening كانت جو متأخر ساعتها او في تلك المساء when I reached the edge of the city لما وصلت حافة المدينة near my lodgings بالقرب من السكن بتاعي a young boy was waiting ولد صغير كان مستني when he saw me لما شفني he stopped me and gave me a note from Mr. Wimic وقفني وداني ورقة مكتوب فيها ملاحظة من Mr. Wimic warning me not to return home بحذرني فيها ان انا مرجعش البيت I went to a hotel فروحت بقى عدت في فندق but I was unable to sleep that night بس ما كنتش قادر انام في تلك الليلة The next morning الصباح التالي I visited Mr. Wimic and asked what had happened زرت Mr. Wimic وسألت إيه اللي حصل He explained that while I was away وشرح لي لما أنا كنت مسافر أو بعيد عن السكن He had visited Newgate prison He had visited Newgate prison زار سجن مين سجن Newgate Someone there had warned him that Provis في حد هناك حزاروا اني Provis Herbert و Herbert and I and I were being watched إحنا بنترائب يعني في حد بيرائبنا Mr. Wimic had also heard that Compesson was alive وكمان Mr. Wimic سمع اني Compesson كان ايه على قيد الحياة لسه عايش and that he was in London وكان كمان في لندن Herbert had already been warned by Mr. Wimic و Herbert بالفعل تم تعزيره بوسطة Mr. Wimic so he had found Provis some new lodgings in a house by the river عشان كده دور لبروفيس على سكن جديد في بيت بالقرب من النهر Mr. and Mrs. Wimple lived there والبيت ده كان عايش فيه Mr. وMrs. Wimple Together with their daughter Clara مع بنتهم Clara ممكن اقولها Clara أو Clara يبقى كده البيت ده جنب النهر وكان عايش فيه Mr. and Mrs. Wimple وبنتهم Clara I left Mr. Wimic and went to see Provis at the Wimple's house فسعت على طول بقى سبت من Mr. Wimic وروحت عشان اشوف Provis في منزل Wimple Provis already knew that he was in danger Provis بالفعل بالفعل كان عارف انه كان في خطر and agreed to escape abroad with me وافئ انه يهرب للخارج معايا Herbert and I decided that we would keep a boat on the river close to the Wimple's house Herbert وانا قررنا ان احنا نحتفظ بقارب في النهر بالقرب من منزل Wimple We could use it to escape ممكن استخدمه عشان نهرب when the time came لما يجي الوقت I began to take the boat out from the Wimple's house regularly بدأت اطلع بيء القارب من هناك بانتظام so that I could practice rowing عشان اقدر اتعلم التكديف او امارس التكديف I went out on the river everyday وكنت بروح كل يوم whatever the weather ايا كان التقص ايه sometimes Herbert came with me احيانا Herbert كان بيجي معايا the weeks passed slowly الايام والاثبيع مرت ببطء nothing happened مفيش حاجة حصلت but Herbert ولكن Herbert وانا feared for purpose we felt that someone was permanently watching us حسنا ان في حد كان ايه بيرائبنا دايما I was sure that Estilla had become Bentley Drammel's wife وكنت متأكد ان Estilla بقت زوجة Bentley Drammel one evening in February to take my mind off my sad thoughts عشان افصل او اخلي مخ يبطل تفكير بقى في الافكار الحزينة دي I went to the theater رحت المسرح اذا كده take my mind off معناها ايه اخلي مخ يبطل تفكير ابطل تفكير في حاجة Mr. Woopsel a friend from home was now working in London as an actor Mr. Woopsel صديق اديم يعني دلوات شغال في لندن كممثل في المسرح I watched him perform and went to congratulate him afterwards شاهدته بيمثل بقى وبيقد في المسرح وبعدها رحت عشان اهني وابارك له when I saw him لما شفته Mr. Woopsel told me that he had seen a man in black sitting behind me لما شفته Mr. Woopsel قال لي انه شاف راجل لابس اسود قاعد ورايا and watching me during the play وكان بي رأيبني اثناء المسرحية Mr. Pip do you remember that day when you were a child يا Mr. Pip هل فاكر اليوم لما كنت طفل صغير and some soldiers وبعد الجنود came to the door جم خبطوا على الباب ساعة ايام الميت باي والفايل والكلام ده كله لما سرقوا ودى للكونفكت فقال له I remember it well ايوه طبعا فاكر الايام دي كويس جدا دي ايام سودة دي تتناسق اصلا well حسنا it is very strange الموضوع غريب شوية but the man in the theater today بس الرجل اللي انا شفت النهاردة في المسرح ده seemed very familiar كان ايه شكله كده مألوف بالنسبالي when I saw his face لما شفت وجهه I remembered our walk across the marches افتكر تمشيتنا لما اخدناها ماشي للمستنقعات with the soldiers مع الجنود to find the convicts عشان نلاقي السجناء who had escaped اللي هربوا I am sure that the man I saw today انا متأكد ان الرجل اللي انا شفت النهاردة ده was one of those convicts كان واحد من السجناء دول I was sure that the man was compasson انا كنت متأكد ان الرجل اللي اصده عليه ده كان compasson but there was nothing I could do بس ما فيش حاجة اقدر اعمله Herbert Provis and I waited Herbert و Provis وانا فضلنا مستنيين I felt we were going to have to wait for some time حسيت ان احنا لسه هنستنى ايه وقت تاني اضافي Mr. Jaggers Mr. Wimmick and I were eating dinner at Mr. Jaggers house Mr. Jagger المحامي والموظف بتاعه Mr. Wimmick وانا كنا بناكل العشا في منزل Mr. Jaggers and we had just been talking about Miss Havisham وكننا لسه بنتكلم عن Miss Havisham She wanted me to visit her the following day وكانت عايزاني قابلها تاني يوم So our friend Estella has married Mr. Jaggers said Mr. Jaggers قال إذا صديقتنا Estella جوزت Mr. Jaggers continued وكمل كلامه Bentley Drammel is strong Bentley Drammel ده قوي But he is not intelligent بس مش زاكي He may find it difficult to be married to Estella من الممكن اني يلاقي الموضوع الصعب انه يتجوز من Estella I don't think they will have a happy marriage أنا لا أعتقد انهم هيقضوا زواج سعيد He looked at Molly راح باص على Molly his housekeeper She quickly put some food on the table بسرعة كده حطت شوية أكل على الصفرة I realized then سعتها بقى أدركت that her hands in إيديها her eyes وعنيها and her hair وشعرها All جميع ذلك reminded me of Estella فكروني بإستella يبقى فكرين لما كان مع استella كل شيء يقول هي كانت بتفكرني بحد معين هو الحد دلوقتي اللي هو Molly I was sure that they are related أو they were related أنا كنت متأكد إن هما كانوا على علاقة بعض يعني أقارب يعني يبقى related هنا أقارب بس صفة طبعا لكن relatives اسم As we were walking back home that evening I asked Mr. Wimmick to tell me Molly's story لما كنا بنتمشة ورجعين البيت في تلك المساء أنا طلبت من Mr. Wimmick إنه يحكي لقصة Molly He explained that when she was young شرح لي وقال لي لما كانت صغيرة Molly had been a homeless criminal كانت مجرمة مشردة She was once married وكمان فمرة تجوزت To a man who used to spend a lot of time in prison تجوزت من شخص كان دايما بيقضي أغلب الوقت في السجن One day في يوم الأيام she was accused of murdering her young daughter في يوم الأيام اتهمت بإنها أتلت بنتها الصغيرة As well as an older woman بالإضافة إلى امرأة كبيرة في السن أو أكبر منها She was acquitted by the court كلمة acquit معناها يبرق يبقى تم تبريئتها بوسيطة المحكمة خلت براءة However ومع ذلك Thanks to Mr. Jaggers بفضل Mr. Jaggers She became his housekeeper afterwards وبعدها بقت الخادمة بتاعته This all happened more than 20 years ago ودى حصل من أكتر من عشرين سنة فات Mr. Jaggers is very good at what he does Mr. Jaggers شطر جدا فأي حاجة بيعمله Could Estella be Molly's daughter هل ممكن Estella تكون بنت Molly I wanted to find out أنا أردت أن أكتشف ذلك and hoped to get an answer from Miss Havisham وكنت أتمنى أن أتمنى أن نحصل على إجابة من Miss Havisham the following day To my surprise To my surprise Miss Havisham seemed almost afraid of me now وأنا مندهش كده Miss Havisham كان بان علي أن خايفة مني You have asked me to help her print pocket and I will she said وقالت لي أنت طلبت مني أن أساعد her print pocket وهعمل كده As soon as I entered her dressing room ومجرد ما دخلت غرفة اللبس بتاحها قالت لي I will pay for him هدفع عشانه أو لأجله To continue working for Mr. Clariker عشان يكمل شغله لصالح Mr. Clariker I was pleased أنا كنت مبسوط طبعا But then I thought of Estella بس ساعتها فكرت في Estella Who was no longer there اللي خلاص ما بقيتش موجودة هناك Miss Havisham asked if I was very unhappy Miss Havisham سألتني هو أنت إيه حزين غير سعيد يعني فقلت لها Yes نعم I said For many reasons لأسباب كثيرة which I cannot discuss اللي ما أقدرش أنقشها دلوقتي Then she asked وبعدها سألتني Is there nothing I can do هل في أي شيء ما أقدرش أعمله يعني معناها أن تمنح حاجة تحصل مثلا فأنا قلت لها I do not think so أنا لا أعتقد ذلك Oh what have I done She cried over and over again وقالت كذا مرة وهي بتعيط إيه اللي أنا عملت دا إيه اللي أنا عملت دا إيه اللي أنا عملت دا وهكذا Her eyes were full of tears وعنيها كانت مليئة بالدموع كانت بتعيط Is Estilla married I asked فسألتها هل استيلا اتجوزت فقالت لي Yes She said Forgive me سمحني يا بيب I used her to break your heart أنا استخدمتها عشان أحطم أو أكثر قلبك But if you knew my story بس أنت لو عرفت قصتي You would pity me يعني أنت أنها أصعب عليك ستشفق علي Then she told me everything وبعدها قالت لي كل حاجة ننتقل لأسئلة التفكير النقدي رقم واحد بيقول Why do you think لماذا تعتقد بيب ثود أن بيب اعتقد أن Miss Havisham is his benefactor أن Miss Havisham هي المتبرع أو المحسن السري له I think there are two main reasons أعتقد أن فيه سببين الكتاب بيقول two main reasons سببين بس أنا شايف أنهم تلاتة السبب الأول Mr. Jaggers her lawyer Mr. Jaggers ده المحمة بتاحة What's the link كان الرابط between the benefactor ما بين المحسن السري and Pib وبip ده السبب الأول السبب الثاني She also had known everything كمان كانت عارفة كل حاجة about Pib's fortune before he told her عن ثروة Pib قبل ما يقول لها السبب الثالث هقول أن Mr. Matthew Pocket أو مثلا Pib's teacher Pib's teacher اللي هو مين was Mr. Matthew Pocket Matthew Pocket مين Matthew Pocket who was كان أحد was one of Miss Havisham's relatives كان أحد أقارب من Miss Havisham وكان المدرس بتاعه فده في علاقة كده طبعا يبدأ نعتبره السبب الثالث يبقى كمان مرة Mr. Jaggers her lawyer was the link between the benefactor and Pib ممكن نقولها الطريقة تانية أن her lawyer was Mr. Jaggers her lawyer was Mr. Jaggers وبعد كده بنقول she also had known everything before Pib told her she also had known everything about Pib's fortune before he told her كمان مرة she also had known everything about Pib's fortune before he told her سبب التالي Pib's teacher was Mr. Matthew Pocket who was one of Miss Havisham's relatives السؤال التاني بيقول you will not be surprised or sorry to know that I am very unhappy Pib كان بيقول لمس Havisham أنت مش هتكون المتفجأة أو حتى ندمانة أو حزينة أنك تعرف أننا مش سعيد جدا what do you think made Pib say these words في اعتقادك ليه Pib قال الكلمات دي to Miss Havisham طبعا نقول أن هي عمرها ما تكون حزينة من أجل من أجل Pib لأن أصلا من البداية هي كتعايزة تكسر قلبه صح فنقول perhaps because he knew from the very beginning لأنه كان عارف من البداية خالص اسمها he knew from the very beginning the very beginning يعني البداية خالص that Miss Havisham wants to break his heart that Miss Havisham wants to break his heart سؤال حلو ثالثة yes I have misled you Pib أيو أنا ضللتك يا Pib خدعتك يا Pib Miss Havisham said but why should I be kind بس ليه المفروض إنها كن طيبة wasn't there a reason ألم يكن هناك سببا in your opinion في رأيك for Miss Havisham to be kind to Pib إنها تكون طيبة مع Pib say why why not طبعا كان فيه سبب هنقول no there was no there was لا ده كان فيه سبب إيه هو السبب إن Pib was a poor little boy كان ولد صغير فقير when she first knew him لم عرفته يبا السبب الأول Pib was a poor little boy he didn't cause her any harm لم يسبب لها أي آزة he didn't cause her any harm he didn't cause her any harm سبب الثالث he really needed her to be kind to him هو حقا نحتاج لها إنها تكون طيبة معا السؤال الرابع however when you allowed me to believe that you were my benefactor you were unkind to your family too ومع ذلك عندما تركتيني أعتقد أنك المحسن السري لي كنت قاسي أيضا مع عائلتك how do you think that was unkind to her family في رأيك ليه ده كان أمر غير قاسي بالنسبة لأهلتها مبدئيا her family علتها the pockets علت البوكت دون thought that she would give all her money to pip كانوا مفكرين إنها تدي كل فلوسها al pip that made some of them feel jealous of pip وده خلى بعضا منهم يشعر بالغيرة feel jealous of يشعر أنه غير من pip others آخرون البعض الآخر يعني like Herbert and Mr. Matthew Pocket مثلا Herbert وبابا Mr. Matthew Pocket helped him سعدوه because they thought لأنهم اعتقدوا she was his benefactor إنها كانت المحسن السري لي they wanted her to be happy كانوا عايزينها تكون إيه سعيدة طبعا طبقا للأحداث اللي في القصة لكن إنا عارفين إن أصلا Herbert كان بيحب مين بيب أصلا كصديق رقم خمسة you believed what you wanted to believe what do you think Miss Havisham meant by these words قالت له إن أنت صدقت اللي أنت عايز تصدقه في رأيك Miss Havisham كانت أصدى إيه بالكلمات دي هنجاوب نقول she meant that بيب believed that هي كان أصدها إن بيب اعتقد أو سد إن هي كانت إيه she was his benefactor إن كانت المحسن السري لي because he wanted her لأنه أصلا كان عايزها عايزها to be his benefactor تكون المحسن السري لي طبعا عشان إيه he loved استيرلا وكده طيب رقم ستة بيب asked Miss Havisham to help Herbert بيب سأل أو طلب من Miss Havisham إنها تساعد هيربرت What does this show you about بيب's character ده يظهر لك إيه بقى بشأن شخصية بيب طبعا ده يظهر إنه كان صديق فعلا مقرب وحقيقي بالنسبة الهيربرت وكمان ده يظهر إنه كان ممتن لعيلة The Pockets يبقى it shows that بيب من أول هنا بيب was grateful to the Pockets كان ممتنا لعائلة Pockets He was grateful to Herbert وهم حاجة ده هو كان ممتن لمين لهيربرت his close friend صديقه المقرب and Mr. Matthew Pockets his teacher وMr. Matthew Pockets معلمه برضو ده سؤال مهم جدا رقم سبعة Miss Havisham reached her goal and broke Pipp's heart Miss Havisham حققت هدفها وكسرت قلب Pipp To what extent was this true لأي مدى كان هذا صحيحا It was true for some time كان حقيقا لبعض الوقت When Estela told Pipp that she was going to marry Drommel لما Estela قالت لPipp إنها تجوز Drommel He was shocked كان مصدوما that he walked all the way to London لدرجة إنه ومشي الطريق كله أخدها ماشي لغاية London سؤال الثامن بيقول From the very beginning من البداية خالص Estela told Pipp Estela قالت لPipp that she had no heart إن ما كانش عندها قلب Why do you think he went on loving her في اعتقادك ليه استمر في حبها طبعا هنجاوب ونقول بسبب حبه ليها هو ما شافش الحقيقة ما كانش شاف الحقيقة I think his love أعتقد إن حبه For her made him جعله think you faker she was lying إنه كانت بتكتب يعني لما هي قالت له إيه أنا ما عنديش قلب هو مفكر إنها إيه قالت الكلام ده من وراء قلبها يعني يعني هي بتقوله كده وخلص كانت بتكتب لكن من جواه كانت بتحبه هو كان مفكر كده He loved her هو أحبها So he didn't want to believe عشان كده ما كانش عايز يصدق that she didn't love him إنه ما كانتش تحبه السؤال التاسع In your opinion في رأيك What made Estela agree to marry drama إيه اللي خلى استلا إنها توافق إنها تتجاوز drama الإجابة المخترحة I think because she was boastful إن كانت متفاخرة متكبرة They both were proud والأتنين كانوا متكبرين كانوا ليئين على بعض تمام كده ممكن أقولها They were suitable convenient وهكذا To each other To each other لبعضهم البعض رقم عشرة بيقول Why do you think Herbert choose a house by the river for Provis to stay in في اعتقادك لهيربرت تختار بيت جنب النهر لبروفيس عشان يقيم فيه طبعا عشان يكون من السهل إنه يهرب I think he wanted to make it easy for Provis to escape by boat if necessary أعتقد إنه أراد إنه يخلي الموضوع سهل لبروفيس إنه يهرب باستخدام قارب لو تطلب الأمر رقم حضاشر بيقول Provis had decided to return to England permanently Provis قرر إنه يرجع لإنجلترا دائما بشكل دائم But Pip was cruel ولكن Pip كان قاسيا to him إليه So he decided to travel abroad again عشان كده قرر إنه يرجع تاني للخارج أستراليا مثلا To what extent is this true explain لأي مدى كان هذا حقيقيا إشرح لا طبعا ما كانش حقيقي بالمرة لإني كان فيه سبب This is not true دا مش حقيقي إيه السبب بقى Provis changed his mind Provis غير رأيه and agreed to travel abroad ووافق إنه يسافر بلاد برة Because he was being watched لإني لو فاكرين لما Mr. Jaggers قال لهم إن أنتم مترأبين أو Mr. Weming تمام وبالتالي هو قرر إيه يسافر يرجع تاني أستراليا مثلا يبقى Because he was being watched يبقى السبب الرئيسي Because he was being watched كان يراقب If he was arrested لو تم القبض عليه He would be put in prison for life سيتم وضعه في السجن مدى الحياة سؤالة 12 بيقول How do you think Woopsel was helpful to Pip كيف تعتقد أني Woopsel اللي هو الممثل كان في المسرح تمام كان متعونا مع Pip لما قاله إن فيه شخص لابس اسود كان بيرقبك وهو كامبسن تمام كده فنقول He told Pip قال لPip That compassen was watching him كان يراقبه from behind من ورائه in the theater في المسرح نجي بقى لسؤال مهم جدا 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 بيقول Pip was observant طبعا إحنا أخدنا observe معناها يلاحظ يبقى كان شخص إيه قوي الملاحظة يعني تمام مولي وستلا تمام before he knew she was her mother قبل ما يعرف إنها كانت ممتها يبقى كمان مرة He had noticed the likeness between مولي وستلا هتقول لي يا مستر مش عارف أقول likeness معني سهلا like يعني يشبه يبقى likeness يعني شبه هتقول مثلا he noticed that لاحظ أن هنقول استلا استلا was أو looked خلينا نقول looked like looked like كانت تشبه مالي بس بكل بساطة ونقول before he knew she was her mother سؤال 14 بيقول لماذا تعتقد ميس هافشم seemed afraid كان يبدو عليها الخوف of بيب من بيب after استلا's marriage بعد زواج استلا I think because she thought that بيب was angry after استلا's marriage أعتقد أن هي كانت تعتقد أن بيب كان غاضبا بسبب جواز استلا as ميس هافشم was responsible for this وبما أني ميس هافشم كانت مسؤولة عن هذا she was afraid كانت خائفة that pip would take revenge on her أني بيب سينتقم منها طيب سؤال رقم 15 بيقول if you were pip لو أنت ما كان how would you feel towards ميس هافشم كيف تفكر أو كيف تشعر بقى هنا تجاه ميس هافشم طبعا ده برضو سؤال مهم جدا جدا هقول مثلا أن أنا هكره واحدة حطمت قلبي واحدة كرهتني في عشتي هي سبب معاناتي وبالتالي هكره هقولها ازاي I would hate her I would hate her I would hate her ليه بقى because she was the cause of كانت سبب of breaking my heart يبقى she was the cause of breaking my heart she was the cause of breaking my heart يعني سطر ده كافي ولكن هنضيف عليه ونقول she encouraged she encouraged استيلا to marry drommel هي شجعت استيلا انها تتجوز drommel however I would feel sorry for her ومع ذلك ممكن اشعر بالاسى من اجلها يعني تصحب علي she was a miserable old lady كانت سيدة كبيرة بائسة تعيسة whose broken heart التي قلبها المحطم made her جعلها think of revenge تفكر في الانتقام it was not easy for her لم يكن الامر سهلا عليها that the man she loved ان الرجل الذي احبته deserted her تركها وهجرها on their wedding day في يوم حفل طبعا الاجابة دي مكررة قلناها من اول من اول الفصل الثاني والثالث وهكذا طيب رقم 16 بيقول هل انت مندهش برضا ده سؤال مهم هل انت مندهش ان ميس هافشم كان بان عليها اني حاسة بالاسى والحزن من اجل بيب explain your answer اشرح اجابتك طبعا واحدة قاسية القلب زي ميس هافشم من النادر انها ايه يصعب عليها شخص وبالتالي ا متفاجئ هقول yes i am i haven't thought that انا لم اعتقد ان ميس هافشم who is full of the desire التي تكون مليئة بالرغبة من to take revenge من الانتقام من الرجال would be sad هتكون في يوم الايام حزينة when she achieves her goal ننتقل ننتقل با الاسئلة test yourself رقم واحد بيقول just before استيلا gets married قبل ما تتجوز استيلا على طول miss haveasham sense for pip to visit her miss haveasham بعدت لpip عشان يزورها guess why خمن لي طبعا عشان تتأكد ان ايه خطتها ماشية صح وحققت الهدف بتاعها ان هي تحطم فؤاد وكده يبقى نقول to reach her goal لكي تصل لهدفها she wanted to see pip heartbroken كانت عايزة تشوف pip وهو محطم الفؤاد when he knew استيلا was going to get married لما يعرف ان استيلا خلاص هتتجوز سؤال التاني do you agree or not say why why not طبعا لا اتفق يعني المفروض ان واحد زي كده شايفها بتحاول تكسر قلبه بتجوز واحد مش كويس يبقى سيبهم بقى لقين على بعض يبقى ازا هقول no I don't agree انا مش متفق مع هزا الرأي he shouldn't have done anything to stop that marriage ما كانش المفروض يعمل اي حاج عشان يوقف الجوز ده they were both proud اللي اتنين كانوا متكبرين and suitable to each other ومناسبين لبعضها من البعض رقم ثري بيقول imagine miss havisham had found a good man تخيل بقى miss havisham دي وجدت رجل جيد and they got mad واتجوزوا what would have happened ايه اللي كان ممكن يحصل give two possibilities هات ايه احتمالتين طبعا الاحتمال الاول اني pip's heart قال pip pip's heart wouldn't wouldn't have been broken ما كانش هيكون محطم و مكسور صح ولا كان هيقابل اصلا ستيلا ماشي كمان اقول ممكن اقول all the characters كل الشخصيات characters محطم مع زرة في ايه هنا characters كل الشخصيات would have been خلي بلك would have تصريف سالس عشان عكس الماضي would have been happy طبعا حاجات كتير كتير هتحصل تمام كده دول اشهر اتنين يبقى pip's heart wouldn't have been broken all the characters would have been happy number four are you sorry for pip هل انت مشفق على pip why why not في ناس تقول لك لا على اساس هو الليه كان غبي والبنت تقول انا مش بحبك وكمل وفي ناس تقول وانا مع الناس دي yes i am sorry for him i am sorry for him ليه بقى هنقول مثلا a young man a young man رجل شاب such as pip مثل pip such as pip كان بالامكان الليه could have تصليف سارس يبقى could have lived another life a happy life تمام كده a happy life instead of these suffering instead of this suffering هذه المعاناة رقم 5 بيقول miss havisham had the intention to destroy stella's life miss havisham كان لديه النية او لديها النية لكي تدمر حياة استيلا do you agree or not and why ايوه طبعا كان عندها النية فنقول yes of course هنقول من البداية خالص هي كانت نوية كده صح هي ضربتها على كده يبقى from the very beginning من البداية خالص هنقول she trained her she trained her to break men's hearts and to be cold and proud وهكذا وممكن نضيف هنقول instead of making her بدلا من جعلها live a happy life and so on she she trained her to break men's heart number six بيقول suppose that استيلا يعني افترض بقى ان استيلا دي كانت miss havisham's daughter كانت بنت miss havisham would she use her هل هتستخدمها بقى to take revenge on men عشان تثار من الرجال say why طبعا لا no I don't think so I don't think so because on all being her own daughter كونها بنتها تمام she would think هتفقر she would think carefully تمام كدا before doing this قبل فعل هذا استخدام ها يعني كمان ممكن اضيف وقول she she would focus هتركز بقى she would focus on bringing her up bringing her up مثلا well جيدا so she would live happy life and so on وبالتالي مش هتفكر في الانتقام لان خلاص معها بنت بتركز معاو كدا number seven it's no use crying over spelt milk لا فائدة من البكاء على اللبن المسكوب برضو سؤال مهم جدا to what extent does this apply to miss havisham لأي مدى هذا ينطبق على miss havisham ممكن اقول مثلا she should have forgotten about her fiancé كانت المفروض تنسى ايه موضوع خطبها النسابها وكدا and continue to live happily وتستمر في انها تعيش بسعادة وهكذا ترجمة نانسي قنقر